بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة الهدى الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير في البداية عاوز عزي أخويا وصديقي وصديق العمر الحياة وزميلي كابتن واق الجمعة في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة الفضلة خالته وخالة واق الجمعة يا حماتو في نفس الوقت النهاردة هي توفت خالص العزاء لنجم مصر والنادي الأهلي السابق كابتن واق الجمعة وخالص العزاء للعائلة الكريمة أنا حبيت بس أبدأ النهاردة بهذه التعزية وكالعادة لا ننسى العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي من دعائنا زي ما قلت لحضراتكم كل ما يقال أو كل ما يثار عن حالة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي هو كلام غير صحيح الصحيح اللي بنقوله لحضراتكم هنا من خلال قناة الأهلي ومن خلال البيت الكبير إن الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي حالته زي ما هي ليس هناك جديد نقدر نقوله هو في غيبوبة بقاله تقريبا دلوقتي داخل في 27-28 يوم زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وزي ما دايما كل يوم بقى أكرر الدعاء يغير الأقدار من فضل حضراتكم ادعوا للعمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي النهاردة فريق الأهلي استأنف تدريباته تحت قيادة مرسيل كولر بعد انتهاء فترة الراحة السلبية اللي منح الجهاز الفني لللاعبين بعد العودة من تنزانيا استعدادات المباراة القادمة أمام شباب بلوزداد مباراة مهمة مباراة قوية زي ما اتكلمنا خلال الأيام السابقة ومن بعد المباراة يانجي أفريكنز اللي أنا بشوفها واحدة من أفضل المباريات الشوت التاني تحديدا واحد من الأشواط الجيدة جدا اللي بيلعبها النادي الأهلي أو لعبها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة الحقيقة تجمع الفريق النهاردة وكان دايما الفريق النهاردة كان زي ما حضراتكم شايفين تدريبات أعتقد أن كل التدريبات بتبقى خفيفة في إطار المحافظة على اللياقة البدنية في إطار أن أنت عندك بعض الجمل التكتيكية اللي بتحافظ عليها من خلال تدريباتك الجماعية مع كل اللاعبين فالحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الكل بيساند هذا الفريق مجموعة اللاعبين الأبطال اللي قدامنا مهما كانت الأسماء اللي موجودة ومهما كانت الأسماء اللي حتلعب إحنا بنساند جمهور النادي الأهلي بيساند وبيؤازر هذا الفريق لأنه يحتوي على شعار مهم جدا 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 الشعار الأغلى بعد اسم مصر تجد أن عند كل الأهلوية الشعار الأغلى بعد اسم أو بعد شعار بلدنا بلدنا مصر تجد شعار النادي الأهلي شعار النادي الأهلي هو اللي بيخلي جمهور النادي الأهلي يقف في ظهر كل هؤلاء اللاعبين فيه لعيبة بتفضل محبوبة طبعا وفيه لعيبة تانية مجرد ما تقلع التشيرت النادي الأهلي محدش بيفتكر دول مين أو دول عملوا ايه خلي بالحضراتكم الكلام ده والكلام ده أنا مش بقوله للجمهور أنا بقوله لللاعبين إن فيه لعيبة بتكمل وبتفضل زي ما هي وبتفضل في قلوب كل جماهير النادي الأهلي مهما عملت ومهما قلع التشيرت النادي الأهلي ولكن في لعبة تانية مجرد لما بتقلع التشيرت محدش بيفتكرها محدش بيفتكرها كلام ده لأن الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا جدا في النادي الأهلي فترة صعبة جدا في تحضراتها فترة صعبة جدا جدا في أمورها الفنية فخليني أقول لحضراتكم أن مثلا النهاردة كانت بداية المران عاملة إزاي كانت بداية المران عبارة عن محاضرة مطولة وقوية مع كولر مع اللعبية أكد خلال هذه المحاضرة ضرورة غلق صفحة مباراة يانجي أفريكنز والتركيز الشديد قبل مواجهة يوم الجمعة المرتقبة اللي الكل بيستنيها كل الأهلوية بيستنوا هذه المباراة عشان نحاول نهدي نفسنا شوية من موضوع البطولة الإفريقية ونفكر كيف سنواجه سواء أوكليند سيتي أو التحاج جدا من خلال المباراة الأولى في كاس العالم للأنديا ان شاء الله بعد انطلاق أولى نسخ وفيه جدا فمحاضرة قوية جدا جدا والمحاضرة دي فيه حاجة تدحك برضه هقولها بس هقولها في حاجة صد لأنه المحاضرة دي تقال فيها كلام كتير أو تقال عنها كلام كتير جدا جدا من ساعة ما خلصت لغاية دلوقتي كمية إشعاعات وكمية أمور غير طبيعية ما يصحش حتى أن أنا أعلق عليها ولكن زي ما حضراتكم بتعودين مننا عندنا فقرة كاملة لما بيبقاش عندنا حاجة بنلغي الفقرة دي فإحنا كل يوم عندنا حاجة كل يوم بيتقال حاجة وكل يوم بيتقال أصل إمام عشورة خانة أصله كولر مش عارف إيه أصله هتكلم في هذا الأمر في فقرة حاجة صد ولكن محاضرة الراجل بيقول للناس يا جماعة من فضلكوا ركزوا في المتش اللي جاي أكتر إحنا عملنا ماتش كويس على يانج أفريكنز اللي جاي أصعب اللي جاي عايزين نجيب الجوان رحنا للمرمى خمس أو ست مرات عايزين نجيب منهم تلات بلاش خمسين في المية عايزين نجيب منهم عشرين تلاتين في المية يعني نجيب جونين من ست حلو جدا فطبعا كل ما هتعلن نسبة كل ما هيبقى أفضل ولكن على الأقل انت لو كنت جبت الهدفين دول مع الهدف اللي دخل كنت هتبقى تلاتة والموضوع خلص وانتهى وفايز فوز مريح تعمل اللي انت عايزه ولكن مسألة إضاءة الفرص أنا بشوفها مشكلة كبيرة جدا جدا يجب أن يكون هناك حل لهذه المشكلة ودلوقتي قدر أقول أن احنا عندنا وقت ولو قليل ولو قليل يجب أن يكون هناك تمرين تخصصية لللاعبين المهاجمين مرة تانية أنا كنت من الناس أو أنا ببقى سعيد الحظر أنا بحب أروح أتفرج على التمرين فبحب لما بروح أتفرج على التمرين شفت أن كولر في الأوقات اللي بيبقى عنده فيها وقت صدقوني بيعمل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكو ده بيعمل ايه بيعمل ايه بيشوف عندنا مشكلة كل الناس شايفاها كل الناس عارفاها ومحدش بيدافع عنها ولكن عندنا مشكلة في أن احنا بنروح للجون كتير ولكن ما بنجيبش جوان فبيعمل ايه بيشوفوا بياخد ستة سبعة مهاجمين ويعمل لهم تمرين متخصصة في هذا الأمر فأرجع مرة أخرى للتمرين النهاردة اللي بدأ بهذه المحاضرة وبعد كده انطلق المران واجتمل على تدريبات بدنية تحت إشراف طبعا اندرياس اندويا مخطط الأحمال ثم استكمل التمرين من خلال بعض الفقرات الأخرى في ملعب التيتش ويمكن من الأخبار الإيجابية اللي أكيد ارتح لها الجهاز الفني هي انتظام هذا السلاسي انتوني مودست كريم ندفد ومحمد الضوي زار بقين خد على انتوني مودست ومحمد الضوي وكريم ندفد التلاتة هذا السلاسي انضم للتدريبات الجامعية وخلاص بالصورة شبه كاملة ووضح عليهم كمان الجدية والتركيز ومحاولات إثبات ذاتهم وده شيء إيجابي جدا 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 وأكيد حينعكس على حالة الفريق خلال الأيام القادم أما بالنسبة على صعيد اللاعبين المصابين واللي مش هيشاركوا في مباراة بلوزداد المقبلة ياسر إبراهيم نفذ جلسة علاج طبيعي في الجنب بالمناسبة ياسر ممكن تلاقي موجود بكرة في التمرين يعني الدكتور أحمد جاب الله النهاردة قال إن حالة اللاعب مطمئنة جدا جدا بعد أن كان تعرض للإصابة بكدمة في أعلى ركبة تخبط كده في أعلى ركبته وبالتالي كان هناك احتمالات الحمد لله الأمور طلعت جيدة والحمد لله انتهت هذه الأمور حمد عبد المنهم خد تدريب بدني في ملعب مختار التيتش إن شاء الله يرجع بألف سلامة وأدى بعد كده جلسة علاج طبيعي في الجيم قبل ما يخود تدريبات بدنية خاصة بقى لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية كل التوفيق لفرقنا بإذن الله في مباراته الهمة والمرتقبة مساء الجمعة على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية زي ما حضراتكم عارفين هذه المباراة سوف تقام على استاد برج العرب خلينا نطلع نشوف تقريرنا الأول تقرير عن استقناف نادي الأهلي لتدريبات استعدادا لمباراة شباب بلوزداد ترجمة نانسي قنقر